من قناة الفلوج ثلاثي الأغلبية نحو الحكومة الإطار يلتأم تحت إطار جديد يضم ثمانية وثمانين نائباً البرلمان يتحرك لإنعاش قيمة الدنار وعلاوي يرفض الاستدعاءات كونها خارج صلاحيات الزامن مقصودة لذل المواطن الموصل تحتاج بسبب أزمة الوقود سببها فساد الأحزاب وسوء إدارة المسؤولين نتابع أيضاً إشراقة الرمادي حملة لتزين جدران الأزقة القديمة وستذكار مآثر الراحلين يقودها رسامون شباب أهلاً بكم ونبدأ حصاد الثامنة من أبرز التطورات السياسية حيث وجه زعيم التيار الصدري السيد مقد الصدر رسالة شديدة لهجة لمن وصفهم بالوحوش الكاسرة التي تهدد الحلفاء والشركاء في حكومة الأغلبية الوطنية الصدر في تغريدة غاضبة حذر من تهديد ووعيد حلفائه وأكد أن حكومة الأغلبية الوطنية لن تعيد البلد بيد الفاسدين ولن تابع الوطن لمن خلف الحدود مشيراً إلى أن أغلب الشعب مع الأغلبية مردفاً بالقول لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح للإرهاب والفساد أن يتحكم بنا فتاريخنا زاخر بالقوة والصبر والثبات يمضي التحالف الثلاثي من خلال اجتماع مرتقب إلى اتخاذ الخطوات اللازمة وتنسيق مواقف التحالف الستراتيجي من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية بالتزامن مع حراك الإطار التنسيقي الذي أعلن عن قرب تشكيل تحالف الثبات الوطني يمضي التحالف الثلاثي الذي يضم تحت بظلته كتلة التيار صدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني واثق الخطوة نحو تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وسط تأكيدات عن اجتماع مرتقب للتحالف الثلاثي خلال الأيام المقبلة يهدف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة وتنسيق مواقف التحالف الاستراتيجي في المرحلة الراهنة من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية بعد يومين أكو القمة الثلاثية بين سيد الرئيس مسعود بارزاني وسماحة سيد مقتدى الصدر وأصور الشيخ خميس خنجر بعد يومين قمة ثلاثية سوف تنعقد قمة ثلاثية بين البارزاني والصدر والخنجر هنا ننتظر بعد يومين القمة على مود مثل ما قال دكتور هاشم الكندي حتى الذهاب نحو عقد جلسة والمضي بالعملية ويرى محللون أن التحالف الثلاثي يشكل طفرة في الخارطة السياسية العراقية حيث أطاح بمعظم التفاهمات القائمة منذ العام 2003 لا سيما رفضه لمبدأ الحكومة التوافقية وذهابه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية وفق الاستحقاقات الانتخابية وعلى الرغم من صراع الإرادات والتنافس على المناصب داخل البيوتات السياسية يمضي التحالف الثلاثي رافعاً شعارة أبرزها تعديل سعر صرف الدولار وإيجاد حلول جذرية لما تعانيه المناطق المحررة فضلاً عن حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد يراها مراقبون أنها مساراً حقيقياً لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة إذا مشاهدين ينضم إلينا الآن رئيس مجموعة المورد الدراسات الستراتيجية الأستاذ نجم القصاب أهلاً بك أستاذ نجم إذن أبدأ معك من التغريدة للسيد مقدة صدر والتي وصفت هذه التغريدة بالغاضبة والذي يرد بها على من يهدد الحلفاء والشركاء وذكر مرة أخرى هذا التهديد في حكومة الأغلبية الوطنية ووصفهم أيضاً بالوحوش الكاسرة ما الذي ربما تعنيه هذه التغريدة أو كيف يمكن أن نفسرها تحية طيبة لك وكل مشاهدات والمشاهدين الكرام أعتقد السيد الصدر منذ اللحظة الأولى الذي أعلن التيار الصدري هو الفائز الأول في انتخابات 10-10-21 تحدث والآن يتحدث بالذهاب لتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا توافقية لأنه فعلاً مثل ما أشاد بأن الحكومة الأغلبية بالمناسبة هي مطلب مجتمعي ومرجعي قبل أن يكون مطلب صدري والدليل على ما تحدث أو ما تحدث به السيد الصدر بأن حكومة السيد عادل عبد المهدي هي مرجعية بعد سقوط الشهداء في بغداد والمدن الوسط والجنوب وخصوصاً في مدينة الناصرية الأمر الثاني إحنا لا عدنا إلى حكومة واثقية وكل الذين شاركوا وفازوا وخسروا في الانتخابات سيشاركوا في الحكومة ما الذي تغيرك؟ أليس يفترض علينا أن نغير الأخطاء التي ارتكبت في طيلة الفترات الماضية؟ ممكن أن يتحول الخطأ إلى خطيئة عندما تعتقد نفسك لا تخطأ وبالخطأ والصح يتكامل الإنسان ومن اعتقد نفسه صواباً أو مطلقاً اعتقد نفسه أنه لا يخطأ وهذا غير صحيح اليوم السيد الصدر ما حصل عليه من مقاعد نيابية مع الحلفاء قتلة السيادة المتبتلة بقسم من عزم مع تقدم مع الديمقراطي حقيقة هذا منهج جديد كنا نعول عليه لكن على ما يبدو بعض الأطراف خصوصاً التي تمتلك السلاح قد هددت الشركاء والمتحالفين مع السيد الصدر والآن بدأ التهديد وصل إلى السيد الصدر والسيد الصدر أعتقد الكل يعرفه من عائلة أعطت عائلة كاملة كلهم استشهدوا على يد النظام السابق إذن هذا يعني لا نتائج من الحوارات والتفاهمات واللقاءات التي حصلت خلال الفترة التي مضت لأن السيد الصدر ما زال مصراً على الحكومة الأغلبية بالمناسبة وليس لديه مانع أن يأتي الآخر الفريق الآخر مع التيار الصدري لكن بشروطه وليس بشروطه الخاصر وهذا غير مقبول في كل دول العالم في الانتخابات يوجد غالب ومغلوب ويوجد فائز وخاصر اليوم من فازة في الانتخابات في الشارع السني والكردي والشيعي عليهم أن يمنون تشكيل الحكومة بالتالي إذا نجحوا هذا نجح للأراق وإذا فشلوا ينبغي الطرف الآخر أن يشكل حكومة وهناك معارضة أكثر من 100 نائب أنا أستغرب الآن لماذا البعض يتخوف من الذهاب إلى المعارضة على ما يبدو بأن لم يذهب يعني الطرف الآخر إلى المعارضة يعني ربما سيعلن الإطار التنسيقي خلال الأيام القادمة عن تحالفه الجديد الثبات الوطني من الممكن أن يكون الاتحاد الكردستاني معه وأيضا المنشقون من عزم برئاسة مثلنا السامراء سيكونون في تحالف موحد كيف سيكون تأثير هذا التحالف بمقابل الطرف الآخر السيادة الديمقراطي والتيار الصدري يعني ما تداعيات ذلك يعني فعلا إذا شكل هذا التحالف الثبات هذا يثلج قلوب العراقيين رح في أمريكا تجد فقط حزبين الديمقراطي والجمهوري تذهب إلى بريطانيا تجد فريقين أو حزبين المحافظين والأمال نفرح الآن أن تكون حكومة لربما هذا التحالف يستطيع أن يشكل حكومة وما تم التحالف بين الطيار الصدري مع تقدم مع قسم من عزم مع الديمقراطي أن يذهب إلى المعارضة شلو المشكلة اليوم لكن أنا اليوم إذا كلها اشتركت الحكومة وكلها تنتقد الحكومة وكلها تأخذ من خيرات الدولة والحكومة المواطن حقيقة ضللة في السنوات الماضية دائما الشعارات الموسمية التي يطلقها بعض السياسيين قد ضللت وأوهمت الناس اليوم نحن في أمام طريقين طريق حكومة وطريق معارضة سواء الثبات شكل حكومة الطرف الآخر يضبع إلى المعارضة وإذا الطرف هذا تقدم مع الآخرين شكل حكومة أنا أعتقد إلى المعارضة أما الكرة تشترك هذا غير مقبول وغير مرهوم طيب فيما يخص التحالف الثلاثي والذي أيضا كما سمعنا بالتقرير من الممكن أن تكون هناك ربما قمة ثلاثية لإجراء المباحثات يعني تعتقد بأن ربما هذه القمة من الممكن أن تتوصل إلى اتفاق فيما يخص مرشح رئاسة الجمهورية وربما الإمضاء به يعني كيف سيكون ربما الآلية أو توقعاتكم للخروج من هذه المشكلة التي ربما حتى الآن تم التصويت على أو اختيار رئاسة البرلمان وبعد ذلك تعقدت الأمور نحو الأسوأ يعني أعتقد إلى الآن ما زال الحزب الديمقراطي مصر على منصب رئاسة الجمهورية وهذا يعني ما حصل على مقاعد تعلمين في داخل البيت السياسي الكردي الحزب الديمقراطي فائز أول وليس هناك فائز ثاني أما إذا يرغب الديمقراطي يعطي منصب رئاسة الجمهورية مثل ما حصل في بعض الدورات إلى الاتحاد أو غير الاتحاد هذا من حقه أما التيار الصدري ما زال مصر أن يأتي برئيس وزراء وهذا ما يكلف من قبل اختخاب أو تصويت على رئاسة الجمهورية أنا أعتقد الحلقة الأكثر صعوبة هو افتتاح أو إكمال نصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية إذا اكتملت أنا أقول كل شيء سوف يجري ويسري بما اتفق عليه التحالف الثلاثي والتحالف الثلاثي هو الأقوى والدليل على ما أتحدث عندما تم اختيار رئيس برلمان ونائبي بمئة صوت وهذا لا يحتاجون فقط عشرين صوت أو عشرين نائب إذن المشكلة الآن هي ربما عقدة أو مشكلة رئاسة الجمهورية إذا مضى كما ذكرت برئاسة الجمهورية وتم الاختيار وسارة الأمور كما تم الاتفاق عليه سيكون اختيار رئيس الوزراء بطريقة أسهل على الرغم من الإشكالية يعني ما بين المكون الشيعي لا بتأكيد يعني أنا أعتقد في نفس اليوم الذي يتم اختيار رئيس جمهورية إلا ربما نفس اليوم أو بعد يوم ويومين يتم تكليف شخصية يتم ترشيحها من قبل السيد مقتدى الصدر وبعدها يمنح 30 يوم وبمناسبة اختيار الحكومة ورئيس الوزراء لا يحتاج إلى ثلتين يعني يحتاج إلى نصف ما يتم إكمال النصاب يعني إذا 165 نصفها وهذا سهل جدا بتمرير الحكومة ومجرد الحلقة الأصعب مثل ما أشرت جنابك الكريم هو اختيار أو افتتاح جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس جمهورية طيب وفقا رؤيتكم يعني ما هي حضوض السيد أو المرشح لرئاسة الجمهورية تحض باختصار لو سمع بالتأكيد يعني اليوم ما تم ترشيحه يعني ما يتم ترشيحه من قبل الحزب الديمقراطي خصوصا الرئيس مسعود إبارزاني أعتقد سيمرر لكن ليس بسهولة إذن رئيس مجموعة المورد للدراسات استراتيجية الأستاذ نجم القصاب كنت معنا شكرا جزيلا لك على جميع هذه الإضاحات الأخبار مستمرة إذن يعتزم الإطار التنسيقي إعلان تحالفه الجديد تحت مسمى الثبات الوطني الذي ضم جميع قوى الإطار وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني إضافة لنواب المستقلين وأوضح النائب عن الإطار حامد الموسى وأن 88 نائبا هم من أعضاء الإطار التنسيقي ومع المستقلين والاتحاد الوطني 18 مقعدا مع مجموعة القوى الإسلامية الكردية ولديهم خمسة مقاعد سيصل تحالف الثبات الوطني إلى 123 نائبا في وقت يؤكد الاتحاد الوطني الكردستاني أن لا علم له بتحالف الوطنية الإطار التنسيقي يسابق الزمن لإثبات أنه ما يزال يشكل رقما صعبا في المعادلة السياسية ويلوح بتشكيل تحالف الثبات الوطني في القريب العاجل التفاصيل في سياق هذا التقرير عملية شد وجذب مستمرة بشأن حسم ملف ولادة الحكومة القادمة فها هو الإطار التنسيقي يسابق الزمن لإثبات أنه ما يزال يشكل رقما صعبا في المعادلة السياسية ويلوح بتشكيل تحالف تحت اسم الثبات الوطني في القريب العاجل يضم بالإضافة إلى القوى المنطوية تحت مظلته 20 نائبا مستقلا وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في المقابلين فت عضو الاتحاد الوطني ريزان الشيخ دلير علم حزبها بتحالف الثبات الوطني الذي تعتزم قوى الإطار التنسيقي الإعلان عنه لافتة إلى أن الاتحاد سيذهب مع أي حزب أو كتلة تساند مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية ويرى مراقبون أن حدوث أي تقارب بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بخصوص منصب الرئاسة يعني بالمحصلة انضمام الأخير إلى التحالف الثلاثي مع كتلة التيار صدري وتحالف السيادة بالنتيجة إضعاف تحالف الإطار التنسيقي بالإضافة إلى الثلث المعطلي في البرلمان للمزيد حول هذا الملف ينضمه معنا القيادة في الإطار التنسيقي السيد عائد الهلالي مساء الخير على حضرتك سيد عائد سمعنا مؤخرا بقرب إعلان تحالف جديد باسم الثبات الوطني ياريت بداية أن توضحنا شنو هو هذا التحالف ممن يتكون كم عدد أعضاء نواب هذا التحالف أيضا شكرا جزيلا تهياتي لكم أخي العزيز وقناتكم وقرة والجمهور الكريم بدءا العملية السياسية الآن وصلت إلى مرحلة انسداد تام تقريبا وعلى الكتلة السياسية أن تعيد حساباتها في مجال عقد الاتفاقات والشراكات وهذا أمر طبيعي جدا بعد أن قالت المحكمة الاتحادية كلمتها فيما يخص مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني وقبلها كانت قرارة المحكمة في تفسير المادة السمعين من الدستور العراقي وكذلك القرار المتعلق بقانون نفط والغاز في أقلم كردستان هناك حالة من الفوضى الآن في الدولة العراقية هناك صراع شديد أصبح اليوم على السلطة في الدولة العراقية وأعتقد أنه أمر طبيعي جدا أن تذهب الكتلة السياسية لتفاهمات جديدة على اعتبار أن نعم التحالف الثلاثي الموجود والمشكل من قبل الكتلة الصدرية والأخوة في البيت السنية والحزب الديمقراطي الكردستان هم لا يستطيعون حقيقة أن يقوموا بعقد جلسة مجلس النواب تجهيز العدد المطلوب لجلسة مجلس النواب وهذا الأمر يجعلهم أيضا يدخلون في صراعات وفي تفاهمات مع الكتل الأخرى اللي طار التنسيق أيضا ذهب بهذا الاتجاه وهو يعقد الآن المزيد من الاتفاقات وهناك جلسات كثيرة جدا مع الكتل وأحزاب سياسية ومستقلين وحقيقة يعني غير مصرح لنا بأن نتحدث عن الأرقام لكن هناك إن شاء الله هو الثبات الوطني اللي راح سوف يعلن في الأيام القادمة سيد أحمد المسوي وأعتقد أنه حجاهم كلهم سيد عائد تحدث عن الكتل اللي موجودة بالثبات الوطني وعدد النواب اللي موجودين وتحدث بأنه يضم أكثر من 120 نائب فإذا تأكد أو تنفي هاي المعلومة تحديدا لا لا بلي بلي لا لا ربما أن العدد يصل لها 130 نائب يعني طيب 130 130 ياريت لو تعددنا الكتل هسا الإطار التنسيقي حسب كلامه بأول جلسة للبرلمان في اختيار سيد الحلبوسي قدم على أنه الكتلة الأكبر 88 نائب بعدين العدد رجع لـ 85 نائب شنو الكتل الجديدة اللي انضمت لأثبات أو إطار التنسيق حتى يصل لـ 130 حقيقة أنا قلت أنا قلت هذا الموضوع أنه نحن غير مخولين بالتصريح عن الكتل لأن لا زالت هناك تفاهمات ولا زالت هناك اجتماعات ولا زالت هناك نقاشات ما بين الكتل السياسية والإطار التنسيقي أعتقد أن الأيام القادمة لا نستعجل إن شاء الله الأيام القادمة سوف تثبت ما نقول وتعلن عن ولادة تحالف جديد وكما تحدث زميلي نجم القصاب أن هذا شيء جميل جدا ولربما أنه لربما يسرأ في حلق قصومة وطنيقية سيد عائد إذا تسمح لي حظفتك قيادة في الإطار التنسيقي بالتالي ملزم بتوضيح بعض الملابسات على خلفية تصريح إذا سمحتك أنا عضو في الإطار كل الاحترام لك كل الاحترام لك بعد التصريح للسيد أحمد الموسوي هذا الموضوع محصول حسرا طيب إذا سمحتك بس أكمل السؤال لا جدل ولا لغة السيد أحمد الموسوي ذكر بأنه عدد النواب للثبات الوطني يصل أكثر من 120 نائب وذكر بأنه ضمن الكتل السياسية اللي انضمت للثبات الوطني هو الاتحاد الوطني الكردستاني لكن بعد ساعات قليلة الاتحاد الكردستاني طلع بتصريح وذكر بأنه أصلا معدنا علم بشيء اسم الثبات الوطني فهذه الملابسات يجب يضاحها عبر حضرتك أحنا بالنسبة أنه لطالما لم يخرج الإطار الوطني في مؤتمر ويعلن عن الثبات الوطني نحن غير مخولين بالتصريح سيد الكريم أحنا الآن صربنا هذا الموضوع حتى يطمئن الشارع العراقي بأن هذه التحركات الموجودة الآن سوف تخلق كتلتين كتلة تضم الإطار ومن يتآلف مع الإطار وكتلة تضم الكتلة الصدرية ومن يتحالف مع الكتلة الصدرية ولا ربما هذا نضج كبير جدا في العملية السياسية هذا اللي رح يقودنا لأنه يكون هناك صراع ما بين كتلتين سياسيتين هذه الكتلتين السياسية من يستطيع أن يأتي بالأغلبية ويشكل الحكومة فليثها بالتشكيل الحكومة والغير قادر فليثها بالمعارضة وهذا هو منتهى الديمقراطية أن تكون لديك ثنائية الدولة الحكومة والمعارضة هذا شيء جميل إحنا ليش نستعجل الأمور خلي الكتلة السياسية تنضج تفاهماتها اليوم محتاجين اليوم أكون صراع كبير جدا اليوم أكون لغض كبير جدا اليوم أكون سعر صرف الدولار أكون تغريدة من سماحة السيد مقتدر الله يحفظه أرد من وزير المالية أمور كثيرة جدا هذه المريت هذا الموضوع الشارع العراقي ما معني بهذه الأمور وبهذه الحيثيات الشارع العراقي يريد تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن حكومة قادرة على أن تلبي احتياجات الشارع العراقي ما لا علاقة أغلبية ثبات تحالف حديدي كون كريت ما لا علاقة اليوم أكون متطلبات على الساسة أن ينجزوها التزامات للشارع العراقي على الساسة هذه الالتزامات مثل ما خرج الشارع العراقي وكمل عملية الانتخابية عليهم أن يحققوا تفاهماتهم بشكل كامل ويذهبوا لتشكيل حكومة وهناك أمور كثيرة جدا الأمين الخدمات توفير فرص العمل سعر الدولار غير كل هذه الأمور هي من ضمن صلاحيات الحكومة هذا اللي نريد اليوم ما نريد نتحدث عن أنه وش قد وليش وكذا الجلسة قادمة إن شاء الله مو بعيدة وهذا الكلام يثبت مدى مصداقية صحتة أو عدم ننصفها سيد حائل سيد حائل التحضفتك جاءت تتحدث عن هذه المشاكل اللي مر بها البلد وهي المشاكل بالتالي إذا ما نرجع عليها وأصلها الخلافات السياسية وأصلها التحالفات وهذه الضبابية اللي موجودة بالمشهد السياسي بصورة عامة عموما تغريدة السيد مقتدى الصدر شون تابعتها اللي تحدثت يعني كانت تغريدة واضحة اليوم تحديدا مو الخاصة بأسعار الصرف لا اليوم اللي تحدثت عن التهديد والوعيد اللي اتمارس بعض الأطراف لأشركاء والحلفاء لحكومة الأغلبية اللي يقودها السيد مقتدى الصدر ذكر بالتحديد بأنه لن نعيد البلد بيد الفاسدين ولن نبيع الوطن إلى من هم خلف الحدود شون يقصد تحديدا نجهة نظرك وشون تابعت هذه التغريدة شوف سيد العزب أولا التحالف الثلاثي لم يهدد من قبل الجهة السياسية التحالف الثلاثي هناك محكمة اتحادية قالت كلمتها في بعض الأمور الخاصة بالتحالف الثلاثي والتحالف الثلاثي تلقى هذه القرارات من المحكمة الاتحادية وعليه أن يتقبل هذه القرارات مثل ما تقبلها الإطار التنسيق شون علاقة هذه التغريدة للسيد مقتدى الصدر بالمحكمة الاتحادية سيد عائد التهديد الذي يمارس من قبل الآخرين ضد الحلفاء لا يوجد تهديد من جهة سياسية أو من كتلة سياسية أو من فصيل هدد جهة معينة المحكمة الاتحادية هي قالت كلمتها إذا كان هناك إشكال في قرارات المحكمة فليذهبوا للمحكمة لا deuxième مشكلة لا يعني كأطار تنسيقي قرية هذه التغريدة احنا ما نعلم الاطار التنسيقي ما لا علاقة كعائد الهلالي الاطار التنسيقي ما لا أي علاقة كسيد عائد الهلالي الاطار التنسيقي وعائد الهلالي نحن الآن ننتظر ننتظر ما سوف تسفر عنه تفاهمات للشركاء السياسيين وما سوف تصفر عنه رئاسة البرلمان في تحديد جلسة مجلس النواب القادمة وان شاء الله سوف نذهب إلى هذه الجلسة ولدينا العدد المطلوب اللي ممكن أنه نقدر نجلس بمجلس النواب أما أن نذهب إلى تشكيل الحكومة أو نذهب إلى المعارضة أو إلى طريق آخر ما عندنا مشكلة أما فيما يخص هذه فلا أعتقد أن هذه التغريدة تعني الإطار التنسيقي لا من قريب ولا من بعد إذا كان هناك جهة تهدد الشركاء السياسيين فليبحثهم عن الجهة التي تهددها ما علاقة بالإطار التنسيقي لا استخدمنا سلاح ولا استخدمنا علامة ولا استخدمنا أي شيء ولا بدر من عندنا أي شيء لإطار التنسيقي وصلت الصورة أشكرك جزيلا شكر القيادي في الإطار التنسيقي أو عضو الإطار التنسيقي السيد عائد الهلالي شكرا لحظة بدك الأخبار مستمرة في الملف الاقتصادي حدد البرلمان الساعة الحادي عشر من صباح يوم غد موعد للاجتماع مع وزير المالية علي علاوي ومحافظة البنك المركزي مصطفى راغب من أجل بحث ومناقشة سعر صرف الدولار أمام الدينار وذلك بعد مرور أكثر من عام على قرار رفع سعر الصرف هذا وكان زعيم تيار الصدرية سيد مقتدى الصدر قدم ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار من بينها استدعاء وزير المالية ومحافظة البنك المركزي تحت قبة البرلمان شدد الصدر على إيقاف تهريب العملة والنظر في أمر بعض البنوك العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة وأكد الصدر في مقترحاته على ضرورة التعامل بحزم مع البنوك العائدة لبعض الأحزاب وخث على تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وبأسلوب صحيح بالمقابل شدد وزير المالية علي عبدالامير علاوي رفضه الاستدعاء من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي عقب دعوة زعيم التيار الصدري وقال علاوي في رسالة تضمنت 21 نقطة أن هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي وإنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس النواب المنتخب وبيّن أن الاستدعاء خارج صلاحيات الزامل وعبر عن رفضه إدارة الحكومة من خلال تغريدات القادة السياسيين وذلك حسب ما عبر ولفت عنه إلى اتخاذ العديد من القرارات الصعبة بما في ذلك تعديل سعر الصرف والذي حظي بدعم المجتمع الدولي ومجلس الوزراء والبنج المركز العراقي والأحزاب السياسية في اجتماعين منفصلين مع قياداتهم وأوضح أن تكاليف تعديل العملة ستكون فورية لكن الفوائز ستظهر على المدى المتوسط والبعيد في أسياق قدم المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح مقترحا لمعالجة الآثار الجانبية لتغيير السعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي هذا ودع صالح إلى خفض الضرائب الجمركية على المواد الغذائية والدوائية ولوازم الإنتاج المحلي المستوردة كما اقترح إعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمة ذات المساس المباشر بطبقة الفقراء فضلا عن البدء باعتماد سياسات تشغيل للعاطلين وتوسيع مساحة الدخل النقدي وفي الأنبار طالب عدد من أهالي الفلوجة بخفض سعر صرف الدولار وإعادته إلى سابق عهده مؤكدين أن ارتفاعه أثر سلبا على الدخل اليومي للطبقة الفقيرة فضلا عن غلاء الأسعار سعر صرف الدولار الذي ارتفع وكما نعتقد أنه بلا سبب ولم ينزل لحد الآن هو زاد من معاناة المواطن البسيط وهنا نحن كمواطنين بسطة نرفع رسالتنا إلى من تقلد السلطة في هذا البلد نقول لكم تذكروا أن المواطن البسيط لا يتحمل هذا الارتفاع الهائل سعر صرف الدولار أثر على المواد العامة بسرعة بشكل عامة يعني مو بس المواد الغذائية إنما كل مواد مواد البناء كل شيء بسرعة عامة يغير وأثر على كل شيء صراحة المواطن قام يعاني ويشكي يخاطب الجهات المحلية الجهات المحلية تخاطب لهم الجهات العليا ما لديه فائدة نحن نطالب قوي أن يشوفوننا حل هذا الموضوع المواطن أصبح أشبه بالمتسول بعض المواطنين يعني فالنفوط رجع على الأسعار صعدت والموازنة اختلفت على ما هي عليه في السابق والعراق الآن على صعيد أحسن من اللي كان عليه سابقا والحروب ولله الحمد يعني شبه متوقفة والحمد لله بالنصر فيجب إرجاع صف الدولار على ما كان عليه قبل إذن للمزيد حول هذا الملف ينضم معنا الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماء مساء الخير على حضرتك دكتور كيف تابعت دكتور الخلاف في الأولى الأخيرة والسجال بين الكتلة الصدرية الممثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب سيد حاكم الزامل على خلفية استدعاء وزير المالية ورد وزير المالية على هذا الكلام وأيضا هناك قبل قليل رد من قبل الكتلة الصدرية على كلام وزير المالية تشوف حضرتك بأنه فعلا كانت طريقة طريقة الاستدعاء غير لائقة بوزير لو خلاص هو وزير بحكومة ومن حق البرلمان أن يستدعي ويسأل عن بعض الأمور التي تخص عمل وزير المالية تحياتي لكم ولمشاهدي قناتكم الهراء يعني من الطبيعي جدا أن مجلس النواب يكون السلطة التي تستدعي الوزراء ومنهم وزير المالية وزير المالية لم يتم استدعاء من قبل سماحة السيد الصدر وإنما من قبل النائب الأول رئيس مجلس النواب للحضور إلى مناقشة في البرلمان وهذا أمر يعني مشروع وطبيعي لكن يبدو أن السيد وزير المالية والمعروف بغروره وعنجهيته وتسلطه الذي أدى إلى إذاء الشعب العراقي بالقرار الذي أدى إلى تخفيض سعر صرف الدينار والذي جعل من الصعوبة جدا أو من المستحيل إعادة سعر الصرف لما كان عليه لأن القضية سعر الصرف ليس عملية متذبذبة وإنما عملية ثابتة وبالتالي فقد ارتكب خطأا فادحا يصل إلى حد الجريمة بحق الاقتصاد العراقي خلال المرحلة السابقة وبالتالي فهو الآن يتنصل يحاول أن يتنصل من المسؤولية بحدم حضوره إلى جلسة مجلس النواب نعم الدكتور يعني الرسالة اللي بعثة وزير المالية اليوم ضمنت أكثر من 21 نقطة لكن أهم ما جاء فيها ذكر بأن هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي وإنما هي مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس النواب المنتخب حضرتك كخبير اقتصادي وأسألك كمواطن عراقي بما أنه سيد علاوي يرفض الكلام من قبل الأحزاب السياسية شون تابعت عمل الحكومة وتحديدا الإدارة الاقتصادية لإدارة الملف الاقتصادي في العراق من خلال وزير المالية سيد علي علاوي شون تقيم بعد أكثر من سنتين عمل وزير المالية بصورة عامة هذه ليست المرة الأولى التي أتحدث فيها بصراحة متناهية عن الورق البيضاء وما جاءت به من أفكار مقتبسة من بحوث ودراسات قديمة عدة أكاديمية من قبل الوسط الأكاديمي وأنا واحد منهم من حيث الجوهر هي الورق البيضاء تبدو حق ولكن يراد به باطل يعني جاءت في فترة آذة الاقتصاد العراقي في فترة انخفاض أسعار النفط وارتفاع الأسعار عموما وفترة معاناة الشعب من أزمة كورونا وبالتالي يعني جاءت بعمل لا يمكن إصلاحها وزارة المالية يعني إضافة لذلك يعني قامت بإنفاق كل إرادات النفط التي تم استحصالها خلال العام 2021 والتي يفترض أن يلتزم وزير المالية بسعر 45 دولار للبرميل الذي أقره قانون موازنة ولكنه تجاوز على هذا السعر واستولى على كل ما جاء من إرادات النفط بحدود 82 تريليون دينار حتى نهاية شهر كانون ثاني وبالتالي كانون أول آسف وبالتالي يعني لم يلجأ إلى الوسائل التي حددها قانون موازنة والتي تدفع باتجاه إيجاد فوائض لتزديد ديون العراق الخارجية وليدعها في الصناديق السيادية هذه كلها تجاوزها ويحاول أن في رده على استدعاء وزارة المالية أن يلقي المسؤولية على البنك المركزي البنك المركزي ليس مسؤولا عن تخفيض سعر صرف الدينار العراقي وزير المالية هدد بأمرين الأول أنه لن يبيع الدولار إلى البنك المركزي وهذا طبعا سيفقد السلطة النقدية أحد أدواتها لأن وزارة المالية هي التي تمتلك العملات الأجنبية الأمر الثاني أنه فرض على البنك المركزي سعر صرف سعر 1450 دينار واضطر البنك المركزي أن يوافق لأنه لا يستطيع أن يشتري سعر الدولار بـ 1450 ثم يبيعه بـ 1882 يعني بخسارة مالية كبيرة البنك المركزي غير مسؤول عن تخفيض سعر الصرف ولكن لأن البنك المركزي لا يستطيع الآن إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه فطبعا تم استدعائه وطبعا سيتفهم سماحة السيد الصدر أن البنك المركزي ليس هو المسؤول طيب دكتور بعد رفض وزير المالية المحاولات بصورة عامة لإنعاش الدينار الاقتصادي وإعادة إلى ما كانت عليه تشوف مالها أي جدوى موذات قيمة بعد هذا الرفض من قبل وزير المالية وعدم ذهاب لتحت قبة البرلمان لا بالتأكيد سوف يكون هناك وزير مالية جديد وهناك مقترحات تفضل بها أخي دكتور مظهر محمد صالح وهي مقترحات جيدة جدا لمحالجة الجوانب الثانوية التي تمخضت عن انخفاض سعر صرف الدينار وهي إجراءات جيدة لا بد من أن يتم الأخذ بها لأنه هناك معاناة كبيرة جدا من الطبقات الفقيرة وحتى من الطبقات المتوسطة التي هبط معيشتها إلى دون الطبقة المتوسطة هبطت إلى مستوى الطبقات الفقيرة فإذن المعالجات سوف تكون ممكنة دون المساس مرة أخرى بسعر الصرف لأن هذا الإجراء سيضر الاقتصاد العراقي وسيزعزع الثقة بمستقبله وبالتعاملات الدولية مع الدينار العراقي كون العراق تتبع نظام سعر الصرف الثابت وليس بإمكانه كما قد يتصور البعض أن يتبع نظام سعر الصرف المحوم كما تفعل تركيا أو بعض البلدان الأخرى لأن العراق ليس تركيا وليس لديه إمكانية لاتباع نظام الصرف المحوم أشكرك جزيل الشكر الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشمع شكرا لحضرتك دبلوماسيا بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع نظرائه الأردني عبد الكريم الزغمي والمصري حنفي جبالي واللبناني نبيه بري كل على انفراد الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية هذا وشددت الأطراف على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من أجل المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي تصب في مصلحة البلدان الأشقاء وذلك على هامش المؤتمر الثاني والثلاثي للاتحاد البرلماني العربي من القاهرة إلى ميونيخ حيث التقى وزير الخارجية فؤاد حسين نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان على هامش المؤتمر ميونيخ للأمن الدولي في دورته الثامنة والخمسين المنعقدة في ألمانيا هذا وبحث الجانبان واصل العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي كما تم استعراض آخر التطورات في المنطقة فضلا عن الدعم المتبادل في المنظمات الدولية بين العراق والمملكة العربية السعودية ومن جانبه أكد وزير الخارجية السعودي على أهمية استقرار العراق ودوره الريادي في المنطقة اجتمع رئيسه أقليم كردستان ناجورفان بارزاني مع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ورئيس وزراء لبنان ناجب ميقاتي في اجتماعين منفصلين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي ووفقا لبيان فقد ناقش بارزاني في اجتماعه سبل التقدم بالعلاقات بين الأقليم وكل من قطر ولبنان وتوسيع يفاق التعاون المشترك فضلا عن استعراض آخر مسجدات العملية السياسية في العراق ومساعي تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية هذا ونظم عشرات الناشطين في مدينة الموصل وقفة احتجاجية بسبب سوء تجهيز المدينة بمادة البنزيل وأيضا طالب الناشطون الحكومة المركزية بالتدخل العاجل ومحاسبة المقصرين كما حمل الحكومة المحلية مسؤولية هذه الأزمة التي تضرب المدينة بين فترة وأخرى بلا حلول جذرية مؤكدين أن هناك سوء إدارة وتقصير من قبل المسؤولين مما فاقم أزمة البنزيل كان عندنا وقفة بسبب سوء تجهيز مدينة الموصل بمادة النفط أو مادة البنزيل بالتحديد طبعا بين فترة وأخرى تشهد مدينة الموصل أزمة لمادة البنزيل هذه الأزمة ليست وليدة اليوم بين فترة وأخرى تعاد هذه الأزمة المشتقات النفطية 200 ألف لتر في مدينة الموصل هي كافية لسد الحاجة في مدينة الموصل ولكن هناك سوء إدارة سوء تصرف من قبل الجهات المسؤولة عليها هناك كميات من النفط تهرب إلى خارج المحافظة كلها تستقطع من حصة المواطن اليوم المواطنون يعانون الأمرين في محطات الوقود يبقون اليوم أو يومين وهذا يؤثر على المعيشة ويؤثر على الاقتصاد العام بالمدينة اشتكى أهالي منطقة التحرير التابعة لقضاء بعقوبة في محافظة ديالة من قلة الخدمات وامتناع مديرية الكهرباء على صيانة المحولات الكهربائية المتوقفة عن العمل منذ أيام بحجة أن المنطقة ذات صفة زراعية ولا تشملها الصيانة بعد شهر كامل على انقطاع التيار الكهرباء في منطقة التحرير الواقعة شرق قضاء بعقوبة بدأت الخسائر تنهال على محمد صاحب هذا المحل ووجد نفسه بين ليلة وضحاها من دون مصدر رزق الانقطاع تعزوه مديرية الكهرباء لأن هذه المنطقة مسجلة ضمن الأراضي ذات الصفة الزراعية وليست السكنية لذا يتوجب على الأهالي تحمل مصاريف شراء محولة الكهرباء التي كانت السبب في انقطاع التيار سأعزل محلية هذه المواد التي تلفت كلها ذاتها 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 سأعزل ومشي الشيسر يعني كهرباء ماكو أهل المنطقة بدورهم أكدوا أنهم يدفعون جبايات الكهرباء بشكل دوري أسوة بباقي مناطق المحافظة من أجل تأمين التيار الكهربائي وصيانته إلا أن كوادر المجرية يستثنوها من أعمال الصيانة مما يضطر الأهالي إلى تحمل نفقات الصيانة على حسابهم الخاص تأكيداتك كهرباء لا يوجد كهرباء هذه محولة ضربة لكن صلحوننا أنهم أهل الكهرباء منتزلون وتأخذون جبايا صلحون الكهرباء فإعلاً قلت له ليس بكيف shareholders زراعي زراعة لماذا تأخذ جبايا منعدي؟ المlez اللي لم تطع unconرأ 내려 يعني انت Jeder تأكيدات بوجود أكثر من مئة منطقة في ديالة تتشابه بجنس الأرض فضلا عن أعمال تجريف وتحويل جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية واستدعوات للجهات المعنية بضرورة توفير الخدمات إلى هذه المناطق وعدم تحويل جنسها من الأساس أولا ما تفيد ما تصلح لازم تروحون تشترون على حسابكم على حسابكم بيش المحولة بـ 12 مليون هو أزياد زيان هاي العالم كلها هي كسبة وناس فقرقة يعني قوة جايقوة عائلته بالمصرف ما البيته زيان أنه ينطي لفهد 200 أو أزياد منين يجيب هذا؟ ولا تختلف معاناة الأهالي هنا عن بقية المناطق فأينما وجد خلاله كهربائي يستمر لأيام وربما لأشهر وخصوصا في المناطق ذات الأصول الزراعية من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة إذن انتهى النصف الأول من العام الدراسي وبعض الكتب الدراسية غير متوفرة في المدارس ما خلق استياء شعبيا ومطالبات عدة بضرورة إعادة فتح ملف طباعة المناهج في الخارج ومحاسبة المتوارطين فيه تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في سياق هذا التقرير طباعة الكتب المدرسية واحدة من ملفات الفسادة الكبيرة على مر الحكومات المتعاقبة حيث بلغت كلفة طباعة الكتب ملايين الدولارات كونها تحال إلى مطابع تابعة لشخصية سياسية بأسعار مرتفعة دون وجود رقابة أو متابعة شريعية أو حكومية عليها في وقت تشير تقارير مؤسسات رقابية أن قيمة العقود التي حصل عليها أحد النواب من وزارة التربية بلغت أربعمائة مليون دولار سنوياً مثلاً مساماً رائي بس شنو ارتباطه بمن من اللي دعمه الدعم هذا القوي اللي أنه ما تطلع المناهج من دائرته فلازم أكون وراه طبعاً هو مو الوحدة ولا ما حد يقدر يشتغل الوحدة هي أخي نحن طبقنا الشبكات العنكبوتية في الاستيلاء على جميع مفاصل الدولة ويطالب أصحاب مطابع في بغداد بمحاسبة هذا النائب قضائياً كونه الوحيد المستولي على ملف طباعة المناهج المدرسية بصفقات فاسدة بمساعدة متنفذين ويوجه أصحاب مطابع محلية أصابع الاتهام إلى متنفذين يحيلون عقود الطبع إلى الخارج لمصالح نفعية برغم قدرتهم على طباعتها في الداخل بأحسن المواصفات وبأقل الأسعار ما طول يعني أنه الموضوع أنه بقضايا فساد وما طول الموضوع أنه هو يدرب نفسه أنه يسوي شيء غلط ويأذي العالم وما يطبع كتب بل مفروض يحاسب ليش يعني مثلا أنه تاركت على صفحة ويلا ويومي خالف أنا دا أذي كومناس دا جيل كامل دا أحرمه من حق التعليم والسبب أنه شخص ما دا يقبل أنه مثلا أو أنه هو أناني وأنه يريد أنه بسأله بسأله ليش خوبيناني استفاد من أصحاب المطابع انتهى النصف الأول من العام الدراسي وبعض المواد الدراسية غير متوفرة في المدارس ديوان الرقبة المالية ثبت مخالفات كثيرة في تخصيص مبلغ مالي مقداره 130 مليار دينار من وزارة المالية لعادة تأهيل وترميم مطبعة النهرين السؤال الذي يدور في ذهن أولياء الأمور لماذا تفتح الملفات وتؤشر ولا تتم المحاسبة أنا عندي ابن بصف الخامس دائي وعندي بالأول متوسط وبالسادس أستنسخ مادة بعض المواد وصل نصف سنة وما ما مسترميني الكتب أروح أستنسخها وأخذ المناهج الموجودة بها وأتكلفني مادة وأتكلفني فيوز وتجي بالامتحان بالامتحان يجبوه من هذه المادة المستنسخة ورغم وجود قرارات حكومية بإحالة عقود طباعة المناهج الدراسية إلى المطابع الحكومية إلا أن اتفاقات سياسية فرضت على الوزارات والهيئات التابعة للدولة التي تمتلك مطابع أن تقدم اعتذارها حتى يتم إحالتها إلى مطابع خارج البلاد فضلاً عن بعض المطابع المحلية للاستفادة من الكوميشينات كون تلك المطابع تابعة لجهات سياسية تحت أغطية مختلفة في إشارة إلى متنفذ صاحب المطابع الكبيرة لبث الروح في شوارع الرمادي القديمة وإعادة الحياة إليها انطلقت حملة إشراقة الرمادي من رسامين شباب لتزين جدران المنطقة القديمة في الرمادي حتى حولوها بلمساتهم الإبداعية إلى لوحات عالمية تسر الناظرين تفاصيل أكثر نتابح بهذا التقرير في خطوة لبث الروح في أزقة الرمادي القديمة وإضافة لمسات تزين المعالم يقوم رسامون بحملة لعادة جمالية هذه الجدران ليكون السوق الرمادي القديم بداية لانطلاق حملتهم التي أطلق عليها اسم إشراقة الرمادي نحن اليوم بدعم من مدينة بلدية الرمادي في محافة لنبار أطلقنا حملة إشراقة الرمادي التي هي رسم على جدران مدينة الرمادي بكل المناطق اختارنا المنطقة الأولى هي السوق الرمادي الكبير الرسومات كانت كلها فن تشكيلي بغداديات وشناشيل أيضا شعراء قديمين نحن رسامين بغداد حابنا نشاركي الزملانة اللي موجودين بالرمادي في هذه الحملة اللي أطلقها اللي هي إشراقة الرمادي حابنا نغير هاي الشوارع القديمة وننشر صورة فنية ونحييها بالفن وطبعا نحن نتمنى من الرسامين اللي موجودين بالأنبار أنه يطلعون وينشرون فنهم ويشاركونوا في هذه الحملات بلدية الرمادي بدورها أكدت دعمها لهذه الحملة التي تسعى لإعادة رونق وجمال المناطق الشعبية والسعي لتوسيع هذه الحملات في عموم المحافظة فهذه المبادرة التي تبناها مجموعة من الرسامين ستستمر لتشمل باقي المناطق والمباني القديمة فالرمادي كانطلاقة انطلقت في سوق الرمادي الكبير هذا السوق اللي يعتبره من المراكز التجارية في المدينة وكمركز حيوي وحيد انطلقت في هذا السوق لتجميله وتزينه بالأضافة إلى كخطة شملت مجموعة من الميادين الرئيسية والشوارع والتقاطعات سوق الرمادي يكتم اختياره على اعتبار أنه مؤهل حديثا يعني تم اعادة البلد تحته والفوقية وكذلك تم اختيار عدد من المواقع سيتم شمولها تدريجيا ضمن هذه الحملة بعد أن شارفت الحملة على الانتهاء هكذا بدت الجدران بعد تزينها ووضع لمسات لها كانت كافية بأن تجعل المارين من هنا يستذكرون ماضي العراق الجميل بهذه الألوان استطاع مجموعة من الرسامين تغيير ملامح أحد أزقة الرمادي القديمة لنقل رسالة حب وسلام وبداية لطريق إزالة مظاهر الدمار من أرض الأنبار من الرمادي دريس يحيا قناة الفلوجة إذا مشاهدين الكناة قتام هذا الحصاد نذكركم بأهم العنام أصوات الوحوش الكاسرة تتساعد يقول الصدر ويؤكد ماضونة للأغلبية ولن نسلم البلد للفاسدين لموازات حراك الثلاثية الأغلبية نحو الحكومة الإطار قلتام تحت إطار جديد يضم ثمانية وثمانين نائب البرلمان يتحرك لإنعاش قيمة الدينار وعلاو يرفض الاستدعاءات كونها خارج صلاحيات الزامن مقصودة لذل المواطن الموصل تحتج بسبب أزمة الوقود وسببها فساد الأحزاب وسوء إجارة المسؤول وإشراقة الرمادي حملة لتزيين جدران الأزقة القديمة واستذكار مآثر الراحلين يقودها رسامون شباب للمزيد من الأخبار والتقارير وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب تويتر شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء